مع الله مع الله مع الله مع الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبة في الله إننا نعيش في زمان نفتقد فيه القدوة في كثير من المعاني الإيمانية المهمة التي يحتاجها المجتمع بل هو في أمس الحاجة إليها وبسبب غياب هذه المعاني عانت الأمة الكثير هذه المعاني حينما غابت أو غيبت أو نومت تشرزمت الأمة وتفرقت وسهل على العدو التهامها وسهل على العدو أن ينال منها أشد النيل وأن يسومها سوء العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله معاني إيمانية مهمة أحبة في الله تحدثت في الحلقتين الماضيتين عن معنى مهم جدا جدا هو معنى التسامح وأنا الآن أحبة في الله أعرض لكم نماذج هذه النماذج عاشت معنى أسمى من التسامح وأعلى من التسامح وهذا المعنى تحدثت إليكم فيه من قبل أكثر من مرة والآن أؤكد عليه لأهميته ولكن من خلال طرح نماذج عملية من الواقع الإنساني لأقول لكم جميعا وأهمس في أذن كل أخ وكل أخت وأقول كن مثلهم كن مثل هؤلاء في معنى الأخوة المعنى المفتقد المعنى اللي لما أكلم حضرتكم إزاي المعنى ده سماء ناس فيه لدرجة شبه ملائكية هنحس فعلا ساعتها إن المعنى ده مفتقد حقيقة حقيقة الناس ممكن يكونوا بيعملوا بعض كويس بيتكلموا مع بعض كويس إنما في المواقف فين الأخوة في الحقيقة هناك كثير من الصالحين في زماننا انتبهوا لهذا الأمر فأنشئت رابطة رابطة أخوة في كثير من أو في بعض الأماكن وأنا نفسي بصراحة إن المعنى ده والرابطة دي تعمم ياريت في كل محافظة ياريت في كل قرية ياريت في كل مدينة ياريت في كل منطقة الناس يعملوا رابطة الأخوة الإيمانية في مثلا في بلد يسموها رابطة أهل السنة أو كلنا أهل سنة أو كلنا إخوة في الله أو كلنا أحبة في الله سميها زي ما تسميها ويتجمع ناس مع بعض ويجتمعوا على الحب في الله اجتماع شهري اجتماع شهري ده مسألة مهمة جدا قد يمضي شهور أو سنون والناس ما بتشوفش بعضها والناس ما بتعودش قاعدة إيمانية جلسة أخوية مع بعضها وده شيء خطير جدا جدا لأن آصرة الحب بقلة اللقاء وحصول الجفوة بتضعف والناس بتنسى المعاني الإيمانية وحبهم بيفتر لما أنا حب أخي ليه في الله ومعودش أشوفه سنة سنتين تلاتة ده المسألة ممكن تضيع والمحبة دي تصير ضئيلة جدا جدا وده معنى لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وصان في أكثر من حديث ومن بين الألفاظ وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشان تشوفوا إحنا الدئي مقصرين كان يقول أنا أعرف ألف أخي لي في الله ألف أخ تب والمدينة أصلا فيها الدئي وعدد الناس اللي عايشين فيها الدئي يعني تقريبا عارف عدد عارف الناس اللي في المدينة كلهم وهم صاحبهم كلهم أعرف ألف أخي لي في الله أعرف اسمه واسم أبيه وأين يسكن يعني معنى كده أنه يزوره معنى كده أنه فيه صلة أنه فيه تواد فيه تواصل فيه تراحم النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك أمرنا أن نتواصل وأن نتواد وأن نتحاب والشرع يعني كما ذكرت كثيرا والحقيقة أنا يعني كثيرا ما أدند على هذا المعنى لأن أريد للأمة الإسلامية أن تكون كيانا وحيدا وأن تكون نبضا وحيدا وأن تنبذ الخلافات وأن يعذر بعضنا بعضا وأن نتسامح في حظوظنا النفسية وفي حظوظنا الشخصية أدند حول هذا المعنى المعنى الإيمان الراقي السامح الأخوة التسامح الحب في الله المعنى دا يوصلك إلى أسمى المقامات وإلى أسمى الدرجات حب الله تبارك وتعالى من في الدنيا لا يريد أن ربنا عز وجل يحبه طيب لو قلت لك ربنا ممكن يحبك أقول لك على الطرق هتقول لي آه دا نفسي أعمل يعني على استداد تعمل أي حاجة هتقول لي أعمل أي حاجة بس ربنا عز وجل يحبني ليه لأن السلف الصالح قالوا ليس الشأن الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب أن تحب الله دي مسألة عادية جدا مسألة عادية لأن ربنا هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وهبك كل شيء وكل نعمة فيك من عنده سبحانه وتعالى فطبيعي أنك تحبه إنما أنه يحبك دي مش أي حد ربنا يحبه يعني اللي بحبه ربنا ممكن يكونوا كتير إنما من في اللي بحبه ربنا ربنا يحبهم دي مسألة يعني قليلة جدا جدا لأن لما ربنا عز وجل يحبك إيه اللي يحصل اسمع كده الحديث حديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصراه الذي يبصر به عارف يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصراه الذي يبصر به يعني سمع حضرتك ما يستمتعش إلا بالحاجة اللي ترضى ربنا واللي تغضب ربنا لا يمكن إنك تسمعها الأغاني مستحيل تسمعها الأغاني الحرام طبعا المصحوبة بموسيقى ومن رجل لمرأة ومرأة الرجل اللي هي الحاجات دي كلها الغيبة النميمة تقشات من ناس ما تطعش تسمع حاجة من دي ما تطعش تسمع حد بيقول كلام على حد حد بينم حد بيزم حد بيغتاب حد بيغضح في الناس كنت سمعه الذي يسمع به وأذنك دي تتظبط ما تسمعش إلا الطاعة وإلا القرآن وإلا قال الله قال رسول الله وما أفقر المجتمع في هذا الباب الأذن دي يا ما ضيعت ناس ويا ما هتضيع ناس إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل المنكر أنت بتسمعه ليه تسمع ليه المنكر تسمع ليه المنكر وليه تسمع الكلام القبيح وليه تروج للكلام القبيح بكثرة جلوسك في المجالس التي يدار فيها هذا المنكر ده ربنا عز وجل قال فلا تجليسه حتى يخوضه في حديث غيره حتى يخوضه يعني إنك تعد بس مجرد أعادك وسماعك دي دي كارسة دي كارسة كنت سمعه الذي يسمعه به أو اللي ربنا بحبه ما يطعش الأعاد مش محتاج حد يقوله مش محتاج حد يذكره يقوله ده مجلس حرام ما تعج لأنه تلقائيا مش هتسمع وبصره الذي يبصر به يا الله كم أضاع البصر من أناس كم فتن البصر من صالحين ضيعهم من كثرة إطلاقهم للبصر الرجل ينظر إلى المرأة بشهوة والمرأة تنظر إلى الرجل بشهوة مضيعين بعضهم والناس كتير ضيعة بسامش الكلام ده إنما وبصره الذي يبصر به دي لما تحصل مش هتستمتع أصلا بذلك يعني مش هتبقى غضل البصر يعني إحنا غضل البصر دي نعمة نعمة عظيمة يا رب اجعلنا من أهلها يا رب إنما بيقولك مش هتبقى غضل البصر به لأنك اللي بيغضل البصر ده ممكن يكون فيها واحد بيبزو المجهود يعني بيشتهي النظر إنما بيصرف بصره إنما وبصره الذي يبصر به رائيتك وسجيتك وطبيعتك ونفسيتك كره البصر ده كره النظر للحاجة دي يبقى إن ربنا يحبك يبقى إحنا بنتكلم يا حبيبي في الله بنتكلم عن معاني توصلك إن ربنا يحبك الأخوة في الله الحب في الله التسامح الناس تعذر بعضها الناس تسامح بعضها الكلام ده كله وأشباهه ده بيوصلك إن ربنا عز وجل يحبك إن ربنا عز وجل يحبك بس خد بالك لما تحقق الحب في الله مع إنسان والأخوة في الله تتحقق مع أخي لك في الله احذر بقى الحاجات اللي ممكن تضيع الأخوة الإيمانية دي اللي هي المعاصي المعاصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد سنان في الله اتنين حبوا بعضهم في الله اتنين تأخوا في الله ما تواد سنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما بس ما فيش اتنين بيتحبوا في الله ثم يفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما وما فيش مانع إن يحصل من الاتنين إذ أن الحديث معناه إن ذنب من واحد منهم كاف جدا جدا إن يفرق بينهما فكيف لو حصل الذنب من الاتنين فدلوقتي حبيبي في الله هعرض نمازج وهعرض أمثلة تحس كأننا نتكلم عن ملائكة لا دا دول بشر بشر لكنهم ينتمون إلى صفات ملائكية الأقوة في الله الحب في الله يا سلام على المعاني الراقية دي لما تتواجد في قلب إنسان هيسم إلى أعلى مستوى وإلى أعلى منازل الإيمان ومنازل المسوبة ومنازل الجنة عندك مثلا إن حول العرش منابر من نور عليها أناس وجوههم نور تقول لي دول أكيد أكيد الأنبياء أو ممكن لو مش الأنبياء ممكن يبقوا الشهداء أقول لك اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس بأنبياء ولا بشهداء فتقول لي الله طب أمال مين يعني مش أنبياء ولا شهداء طب مين اللي ممكن يصل للمستوى ده طب لا مش أنبياء ولا بشهداء أولئك المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله والمتباذلون في الله يا سلام حياتهم كلها لله ودول المتباذلون في الله اللي بيبذل بعضهم دنيته لأخيه اللي بيبذل بعضهم دنيته لأخيه يعني ايه يعني ايه الفلوس ما انا فلوسي فلوسك مفيش مشكلة عمشي احنا اخوة احنا اخوة في الله مفيش فارق بيني وبينك طيب المتجالسون في الله والمتباذلون في الله لما يعودهم يعودوا عشان ربنا مفيش حاجة اسمها جلسة عشان حاجة غير كده لو حاجة دنيوية يبقى لهم فيها نية توصلهم في نية تصب انها تقول لله المتجالسون في الله المتباذلون في الله لما تكرم أخوك بمالك يبقى عشان ربنا سبحانه وتعالى المتبازلون في الله والمتحابون في الله بتحبه بعضه مش عشان أموال ولا عشان دنيا ولا عشان مناصب ولا عشان مصالح والمتحابون في الله كل المعاني دي كلها لما تبقى عشان ربنا تصل إن ربنا عز وجل يحبك يحبك طب المتحبون في الله ما هم أصلا بيحبوا ربنا إزاي لأن أنا لما حبك في الله حبيتك ليه في الله ليه حبيتك في الله لأن بك صفات يحبوها الله عشان كده أنا حبيتك أنت بالذات يبقى إذن لما حبك في الله أكون أصلا بحب ربنا أقول لحضرتك لو إن عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أنت بتحبه في الله آه بتحبه في الله آه طب ده حاجة جميلة جدا جدا بتحبه ليه عشان نعرف إن هي لله ولا مش لله أو الله يا رجل صالح تقي ده جميل جدا ظاهر على تصرفاته أخلاقياته معاملاته كلماته ده حاجة كويسة بيعلم من ناس وبيدعو إلى الله عز وجل وبيدل للناس عن ربنا عشان كده حبيته آه ده حاجة جميلة يبقى كده أنت بتحبه لله طيب لو إن الصفات ده راحد هتفضل تحبه لو إنه هو مثلا ما بقاش تقل بقى بيغش بقى بيجدب والعياذه بالله لو إنه هو مثلا ما عادش بيدعو إلى الله ده عاد بيدعو إلى نفسه وإلى حزبه وما عادش صفية وما عادش خلصة هتحبه أبدا مش حبه طيب لو عاد بيعلم الناس حاجة غير الحاجات اللي ترضى ربنا عاد بيدعو إلى البدعة نعوذ بالله من ذلك بعد ما كان بيوناصر السنة ويعني كتير من الناس يعني بعض الناس ناس الله العفية كان عالما كبيرا مبجلا وينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفجأة انقلب رأسا على صار بعد ما كان بينصر سنة النبي صار يدعو إلى البدعة ويخذر السنة والعياذه بالله ده طبعا ما عادش بيتحب خالص ما عادش بيتحب خالص وواحد يعني التاريخ بقى مش هنقعد نقول عشان ما نكتش الجلسة الجميلة دي يعني النمازج اللي كده خلونا في النمازج الحلو اللي عايز أقولك كن مثلهم بعد ما يعني أذكرك بالمعاني دي المهمة قبل ما ندخل في النمازج الخطيرة العظيم النهاردة ان شاء الله بقول لحضرتك لو أنقلب هتحبه لا تقول لي ما حبوش طبعا يبقى إذن الحب ده حب في الله حبيته لأن الصفات اللي فيه صفات ربنا بيحبها يبقى أنت كده أصلا بتحب ربنا إذن نستطيع أن نقول الحب في الله ترجمة مباشرة لمحبة الله إنك بتحب ربنا طيب إذن الحب في الله عز وجل أو حب الله عز وجل الذي يوصلك لدرجة إنك لما تحب الناس تحب الناس عشان ربنا لما تقعد مع واحد قاعدة تقعد عشان ربنا لما تدي الحد أموال من عندك عشان تساعده في مأزق عشان ربنا لما حب ربنا اللي في قلبك يوصلك إنك تعامل الناس معاملة حسنة عشان ربنا حب ربنا اللي بيصبغ معاملاتك بالصبغة دي وبيخلي كلماتك ومعاملاتك كلها عشان ربنا هذا الحب جديد إن ربنا يحبك لأن ده إثبات حقيقي وإثبات عملي وإثبات يدل على صدق حبك لله هنا يحبك الله طب ما تيجو نشوف ونقف مع النمازج العالية أوي أوي الصفية جدا جدا اللي حازت معاني الأخوة الإيمانية العالية في كإثبات على الحب العالي لربنا عز وجل أبدأ منين أبدأ منين أجدني في قمة الحيرة طبعا إحنا لما نتكلم وعايز أقول لك كن مثلهم يبقى أكيد ناس ربنا زكاهم طيب ناس ربنا زكاهم دول مين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة يا أحبابي في الله إحنا في الزمن ده بالذات نحن في أمس الحاجة وأنا الحقيقة يعني أدعو كل العلماء وكل الدعاء أن يتكلموا عن الصحابة وأن يهتموا بتعلية حب الجماهير وتعلق الجماهير بالصحابة وأن أدعو بما دعا إليه كثير من مشيخنا وعلمائنا ويعملون بذلك وبفضل الله عز وجل على هذه القناة كثير من البرامج التي تتكلم على ذلك سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة فبقول يا أحبابي في الله تعالوا نقف مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا ربنا عز وجل بيتكلم عنهم إزاي في القرآن الكريم عن الأنصار الأنصار اللي دول أنا محتار فيهم حقيقة دول إيه دول الأنصار دول بشر ولا ملائكة هم مش ملائكة هم بشر بس الصفات دي صفات ملائكية إيه النقاء ده إيه الصفاء ده إيه الإيثار ده إيه المعاني الرقية العالية دي مش ممكن يقول الله عز وجل وتعالوا نشوف كلام ربنا والتزكية لما تجي من عند ربنا تبقى حاجة عالية أوي 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 ده ربنا هو الذي يزكي عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك فأولئك هم المفلحون سمعت الآية سمعت كلام ربنا تعالوا بينا نشوف يعني إيه الكلام ده وإيه مناسبة نزول الكلام ده من كلام الله تبارك وتعالى يقول الله والذين تبوأوا الدار والإيمان تبوأوا سكنوا تبوأوا الدار اللي هي المدينة دار الهجرة والإيمان يعني الإيمان بالله ورسوله من قبلهم يعني من قبل الذين هاجروا واحد صاحي كده أخ أو أخت صاحين يقولولي وهو الأنصار أهل المدينة تبوأوا الدار قبل المهاجرين ماشي عادي دي لأنها بلدهم إنما تبوأوا الإيمان بالله ورسوله وعاشوا الإيمان بالله ورسوله قبل المهاجرين ده كلام ما احناش فهمينه بل معترضين عليه وأقول لك وأنا معاك إن كده المعنى ده مش صح بس كلام ربنا مش معناه كده والذين تبوأوا الدار والإيمان في أكتر من قول الراجح أي جمعوا بين دار الهجرة الدار اللي هي المدينة وبين الإيمان بالله ورسوله جمعوا بين الاتنين قبل المهاجرين يعني كانوا في المدينة ومؤمنين بالله الصفة دي اجتمعت للأنصار قبل المهاجرين حطها مثلا عايز تحطها علامة فضل ماشي عايز تحطها كدلالة للتمييز على الأنصار براحتك مفيش مشكلة ممكن نحتمل لتنين إنما المعنى المراد هنا إن اللي جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله ومكسهم في المدينة أولا كان الأنصار طب دول بقى عرفناه عرفنا الكلام عن مين عرفنا سياق الآية عن مين تعالوا نشوف التزكية بقى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون مش تكلف هو إيه اللي حصل الناس لما هاجروا لما هاجروا الصحابة لما هاجروا أسكنوهم دارهم هل يعيشوا فين يعني أعدوا في الصحراء لا أسكنوهم دارهم وأعطوهم من أموالهم وزوجوهم ببناتهم وأخواتهم بل ومنهم من عارض عليهم نساءهم زي ما نشوف النموذج دلوقتي يطلقوا حتى إذا تنقرص عدتها تزوجها مش ممكن إيه ده دول مش ناس عادية إطلاقا وأنا بقول كن مثلهم كن مثلهم تأسى وقتدي يا سيدي على الأقل ما بقيتش مثلهم يعني زيهم مية في المية كن قريبا منهم تخلق بالأخلاق دي إحنا مش هنجيب لك نمازج أنبياء عشان تقول لدول أنبياء ده أنا بجيب لك نمازج مش أنبياء بشر كانوا كفار بالله ودخل الإيمان في قلوبهم فحولها هذا التحول البديع العجيب الأخوة في الله تصل لهذا المستوى النقاء والصفاء بين الناس يصل لهذا المستوى ده لو واحد سلف واحد حاج مبلغ وتأخر عليه شوية بيعديه وبيرفع عليه قضية مش ممكن مش ممكن إن إحنا المجتمع يكون بهذا المستوى عشان كده الفقر الناس بتبتلى به عشان كده ده يسوي تشرزهم وتفرق العدو بالناس بيسهل عليه التهمنا يا إخواني كنوا مثلهم كن مثلهم يحبون من هاجر إليهم أو الله بيحبوهم والله ما تكلف خدوهم في بيوتهم وسكنوهم عندهم وقاسموهم الأموال وقاسموهم الدور وأعطوهم مش ممكن وبيحبوهم يحبونهم مش تكلف زي واحد ممكن قبل واحد قوله إني أحبك في الله وهو أصلا مش بيحبه في الله ولا حاجة ده بيحبه لأنه عمل مع موقف كويس بس إنما لو ما فيش موقف مش أحبه مش أحبه في الله بيحبه عشان حظ نفسه يبقى مش في الله أنا عايز الإنسان يكون صادق أنت بتحب في الله طب يعني إيه الحب في الله يعني هو إحنا لسه هنقول يعني إيه الحب في الله مش مشكلة أقولك تاني الحب في الله هو كل حب يأتي بسبب الله يعني إيه كل حب يتأتى بسبب الإيمان بالله كل حب يتأتى بسبب قرب العبد من الله بس إنها مش حب يتاتى بسبب ظرف الشخصية ولا إنه صاحب ابتسامة وصاحب ولا إنه عمل معك مواقف نبيلة وحظ نفسك لا يحبون من هاجر إليهم بجد طب وديقوا عليهم لا لا السعة السعة مش في البيوت السعة في الصدور دي السعة الحقيقية أخ مرة راكب ماشي بعربيته ومركب عياله أطفاله معاه فوقف ل لواحد يعني أخ من إخوانه وفي الطريق يركبه فالعيال بيقولهم الحتة ديقة هنركبه فين فيرد عليهم يقول لهم السعة مش في العربية ده السعة في الصدور إحنا لو صدورنا اتسعت لبعضنا هنسعي بعضنا يعني ممكن وإنت راكب العربية تركب واحد يزنق عليك وإنت مش حاسن الدنيا زنقة حاسن فيه سعة لأن السعة في الصدر مش متضرر ووالله لو سيارتك فضية واحد راكب والدنيا واسعة والصدور ضيقة الناس مش تحمل بعضها مش هتحمل بعضها والله فالسعة في الصدور فربينا عز وجل بيزكيهم يقول يحبون من هاجر إليهم يبقى دي حاجة الحاجة الثانية احفظوا العاية وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا مِمَّا أُوتُوا دُوا مِمَّا أُوتُوا مِمَّا أُوتِيَا الْمُهَاجِرُونَ مِمَّا أُوتِيَا الْمُهَاجِرُونَ طب إيه مِمَّا أُوتِيَا الْمُهَاجِرُونَ النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مال قسمه على المهاجرين طب ليه دي يعني ما الأنصار مثلا كان ممكن يدّيقهم كان ممكن يقولوا مثلا طب هو يعني هم جوموا وإحنا سكنناهم عندهنا وكمان لما يجي مال يدّهلهم فربنا عز وجل زكاهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا مِمَّا أُوتُوا والحِتة الثالثة الخطيرة جدا جدا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ انت فهم يعني الإثار يعني إيه الإثار كتير من الناس بيعمل موقف ويظن إنه إثار اشترى لنفسه حاجة مثلا وليكن مثلا إزازتين من الطيب وليكن يعني وبعدين أعطى واحدة لأخوه بيدّي لأخوه أي وحدة أو اشترى اثنين عايز يجيب لأخوه يكرم أخوه بيدّي لأخوه مثلا أي وحدة ياخد ديله لأثنين وقول له شوف اللي تعجبك خدها هو ده الموقف إنه مثلا لو عمل مثلا ده الإثار ده معنى من معنى الإثار أو فيه معنى من الإثار إنما يشم ياخد اللي تعجبه ويقول لأخوه أنا جبتي لك دي هدية حلوة تصرف جميل بس مش ده الإثار ده دي اسمها هدية اسمها إكرام سميها زي ما تسميها إنما الإثار تشوف اللي تعجبه حتى ولو عجبك وحدة فيهم إنما تقول له يعني ده مثل من الأمثلة قص على كده بقى حاجات كتير يعني أمور الحياة لا تنتهي إنما أنا بقول لحضرتك طيب فيه بقى الإثار الأعلى إنه يبقى معاك الحاجة وإنت محتاج لها جدا جدا ورأيت أخل لك في الله يحتاج إليها تؤثره على نفسك برغم حاجاتك هو ده الإثار وده المعنى اللي في الآية اللي ربنا عز وجل زكاه في الأنصار إيه اللي حصل إيه اللي حصل كتير بس أنا عايز أجيب مواقف زي مثلا موقف حب الأنصار للمهاجرين تمثل ده في إيه زي ما قلت لحضراتكم تمثل فيه الإعطاء الإعطاء الغير طبيعي طب ندي مثل من أعظم الأنثلة ومن أعظم النماذج موقف يكتب بماء الفضة لا لا يكتب بماء الذهب ويتبروز كده ويتحطف ميادين عامة كل ميدان عام في الدنيا كلها عشان كل الناس تشوف الأخوة الإيمانية بتعمل إيه عشان كل الدنيا تشهد الحب في الله بيوصل الناس لأي مستوى كن مثلهم دول سلفك الصالح صحابهم رأسوا السلف الصالح اللي احنا مفروض نقتدي بيهم إيه الموقف الموقف مشهور لكني أريد أن أسلط الضوء على بعض المعاني المهمة هذا الموقف في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم إيه هو لما آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين كانت الأم أخاه عشان يخف في النبي عليه الصلاة والسلام عن المهاجرين الغربة يعني أنتو إخوانكم وداركم وبلدكم لأن المدينة مش زي مكة المدينة كانت أيام الهجرة مش زي مكة مكة أفضل بكتير كسكنة إنما المدينة صارت بالشكل الجميل ده بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب دعوة النبي صارت المدينة محببة كل اللي يروح المدينة حتى من غير أهلها حرص إن يقعد فيها فدي حاجة عظيمة جدا إنما كان الوضع أي نبي ما كانش كده أيام النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي آقى بينهم كان من بين أهم الأهداف إنه يخفف الشعور بالغربة والوحشة عن أصحابه المهاجرين فآقى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع أخوه عجيبة يعني سعد بن الربيع ده مين من ناس من علية القوم فسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف يقول له إيه يقول له يا عبد الرحمن بن عوف أنا أكثر الأنصار مالا لك نصف مالي أنت عارف حضرتك لو كان قال له يا عبد الرحمن إحنا دلوقتي بإن أخوات والنبي آخى بيني وبينك ابتداءا كده رقم واحد آلف باء في الأخوة أني نصف فلوسي لك دي حاجة عظيمة جدا إنما اللي زاد الموقف عظمة إن قال له المعلومة أول معلومة أتكلم بها قال له أنا أكثر الأنصار مالا أنا عندي أموال أكثر واحد عنده أموال في البلد دي أنا ولأن النبي آخى بيني وبينك فلوسي دي كلها بالنص تخيل حضرتك واحد مالت ملياردير وجاء حب واحد في الله أخوة إيمانية أمأزم فلوسه معاه حد يقدر يعمل كده لا هتقول له يا شيخ انت ده ده كلام جنوني آه ما وإحنا ب لأننا بعيد متصوري المعنى ده معنى جنوني إنما اللي اللي يعرف اللي يدق طعم الحب في الله هيقول ده حاجة عادية جدا ده تصرف عادي ولما عملها سعد بن الربيع ما كانش متكلف ده كان بتصرف تصرف عادي تلقائية إيه يا أخي ما احنا يا إخوات في الله ما احنا متحبين في الله إيه المشكلة يعني إيه قيمة الأموال الدنيا تذهب وتجيء إنما الأخوة في الله هي البقية الأخوة في الله أعلى من أخوة النسب أعلى من أخوة النسب كان الصحابة يعني مصعب بن عمير لما أسر أخوه لما أسر أخوه في معركة في معركة بدر كان مصعب يقول له لأن طبعا والدة مصعب بن عمير صاحبة سراء كبير في مكة وكانت لسه طبعا لم تسلم وأخوه لم يسلم فالي هو أبو عمير فأول ما شافه مأسور أم يقول له إيه مصعب يقول له أخوه إلا أسره يقول له إلا أسره يقول له أشدد عليه فإن أمه صاحبة سراء فأبو عمير أو أخو مصعب يقول له يا مصعب أنا أخوك فيرد عليه مصعب يقول له إيه أخوك يعني ابن أمه وأبو ابن أميه وأبيه بيقول له أنا أخوك فيرد عليه مصعب يقول له إنه أخي دونك إنه أخي دونك شفتوا حضراتكم مش بقول لحضراتكم الأخوة الإيمانية أعلى من أخوة النسب أعلى من أي حاجة في الدنيا فإنه يدي له نصف لوسك دي حاجة عادية خالص بس حاجة عادية إزاي؟ لما يبقى فيه معنى الحب الإيماني في الله إحنا مستصعبين العطاءات المادية ليه لأن المعاني دي قل من يزوقها إنما لما تدوء الأخوة الإيمانية الحب في الله هتون عليك كل حاجة والله العظيم فينا مازج أعيش بنا يعني اللهم لك الحمد مش نقول زيهم بس في المعاني دي موجودة عندهم معاني موجودة عندهم وناس كتيرة بفضل الله عز وجل عندها معاني الأخوة ولمسات الأخوة في الله تبارك وتعالى طيب شوف الحتة العجيبة اللي مقدرش علق عليها بيقول له ونقيل لحضراتكم في البخاري ومسلم وليه زوجتان انظر أعجبهما إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها إيه ده إيه ده إيه التصرفات العجيبة دي ألي هذا المستوى تصل الأخوة ألي هذا المستوى يصل الحب في الله طب حتة مقاسمة للمال ونقدر نفهم حيثية الموضوع إنما مسألة الزوجة دي مش ممكن ما نقدرش نفهمها أنا مش قادر ده أفضل حل أن أترك الموقف كما هو لأن أي تعليق يقلل هيبة الموقف ويقلل جلال الموقف ويقلل عظمة الموقف في حاجات كده يا أحبابي بتبقى أسما من التعليق وأسما من البيان أي وحد يجي يشرحها يضيع عظمة المعنى فدي هسبها الصواب هنا أن أترك الموقف يتألق سموا وجلالا ما أقدرش أرب منه فيرد عليه بمثل هذا الكرم يرد عليه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن عوف بعفة تتناسب مع هذا الكرم ويقول بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على سوقكم فدلوه على سوق بني قينقع فابتاع أعد يعني يبيع ويشتري وتعامل حتى صار عبد الرحمن ابن عوف صاحب مال ثم لم يلبث أن تزوج سبحان الله ووسع الله عليه وصار عبد الرحمن ابن عوف من أكثر الصحابة ثراء مال كثير جدا 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 شفتوا حبيب في الله مال كثير لدرجة أن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي بإسناد حسنة والشيخ شعيب أن قال لأم سلامة يا أم سلامة مالي كلما أنفقت ازداد مالي يعني كل ما طلع مال لله الفلوس تزيد الأموال تزيد فبيقول له أنا بيشتك إن الأموال بتزيد سبحانك يا ربي وناز يشكون الفقر وأغنيه بيشكوا الفقر يا أخي ده ناس عجيبة والله ده إحنا بنشوف نمازج مش ممكن فأنا بقول لكم كونوا مثلهم مثل هؤلاء بيقول لها كلما أنفقت ازداد مالي فترد أم سلامة رضي الله عنها وتقول يا عبد الرحمن ابن عوف أنفق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي فأنا بقول حبيب في الله الشاهد في الشاهد في كلمة كلما أنفقته ازداد مالي فلوسه كتير أمواله كتير اللهم بارك يا رب فأنا بقول يعني أبرك لجميع إخوانا وأخواتنا وابارك لجميع المسلمين والمسلمات اللهم أمين يا رب العالمين فكون مثله تقدر تبقى زيهم تقول لي صعب ده أنا حاس إنك بتتكلم عن عن خيال حاس إنك بتتكلم عن أساطير أنت لسه أيل لنا وإحنا عندنا ممكن تكون معلومة سابقة إن ده في البخار ومسلم ما كنا تصورنا ولا صدقنا لا أنا مش بتكلم عن خيالات ولا عن أساطير ممكن يعمل كتير تهون عليه الدنيا وكلما زاد الحب في الله الدنيا هينة وكانت الأموال إعطاؤها سهل يسير طالما بتديها الإنسان صالح تقي أخي لك في الله حبيب لك في الله تبذل مالك تبذل وقتك تبذل جهدك تبذل جاه لأن في أخوة في الله كن مثلهم يحبون من هاجر إليهم ده ده للحب ولا لا ده للحب عالي جدا جدا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يجدون في صدورهم حاجة هي هنا تقالت على الأموال تمام بس فيه بقى ناس أولوبها صافية على الإطلاق لا شاف واحد تميز عنه في مال ولا تميز عنه في قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تميز عنه في أي حاجة هو قلب نضيف لكل المسلمين وخلاص نفس المعنى ده نعيشه بقلبنا نعيشه بقلبنا ربنا زكاه بينما هقول لحضراتكم أنا قلت تلت جزئيات هنقول على كل جزئية موقف من وقف الأنصار الموقف ده كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس حديث طبعا في صحيح مسلم جالس بين أصحابه وقال لأصحابه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يا خبر أبيض مش ممكن احنا الوقت هنشوف واحد من الجنة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الصحابة ترقبوا فإذا برجل من الأنصار قد طلع عليهم تقطر لحياته بماء الوضوء ممسكا بخفيه فبص عليه الصحابة لهو مثلا سعد بن معاذ ولهو أنس بن النضر ولهو مثلا سعد بن الربيع واخد ملك ولهو من الناس المعروفة ولا من الأكابر ولا من الناس المشهير ده رجل عادي يعني سبحان الله ما هو ده كان المستوى العادي بتاعهم ده المستوى العادي رجل من أهل الجنة طب مين ده و بيعمل ايه يجي في اليوم الثاني مجلس مرضو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة الله هو كل يوم هم كانوا واحد فطلع نفس الرجل وفي اليوم الثالث طلع نفس الرجل فشاف عبد الله بن عمر بن العاص فتابعه فدخل عليه بحيلة ليستضيفه ثلاثة ليال فاستضافه فكل ما يشوفه اللطنة رجل عادي خالص ينام الليل كله ولا يقوم الليل تخيلوا إلا أنه كان إذا تعار من الليل يعني تقلب على الفراش صحي ويتقلب ذكر الله وكبر حتى إذا أذن للفجر قام فصلى الفجر دي حياته وبالنسبة لعبد الله بن عمر بن العاص واحد ما بيقومش الليل دي يعني حاجة مش ممكن يعني إزاي مسلم ما بيقومش الليل حاجة كان مستغربها جدا جدا ويبص الحاله والنبي عليه الصلاة والسلام والكلمة اللي سئله في حقه إنه رجل من أهل الجنة يستغرب جدا فالمهم حتى إذا انقضت الثلاث ليال قال له إنه لم يكن بين وبين والدي شيئا إنما كانت هذه حيلة فقال كان من شأنك أن قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فأخبرني ماذا تفعل فلم يخبره بشيء فهي يعني قعد يلح على لم يخبره بشيء انصرف عبد الله بن عمر بن العص فلما رآه انصرف نادى عليه وقال له إني لم أزد على ما ترى غير أدني لا أحمل في قلبي غشا لمسلم ولا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم فيرد عليه عبد الله بن عمر بن العاص ويقول هذه هي التي قد بلغت بك يبقى ديه اللي وصلتك ان انت قلبك سليم للناس مش بتحمل في صدرك شيء للناس يا سلام ده احنا عايشين في مجتمع عجيب وناس عجيبة ناس بتتكلم على بعضها وناس بتزم في بعضها وناس بتفتن على بعضها وناس مش ممكن وناس بتحمل غل في صدورها لبعضها والمجتمع مشحون مش معنى الكلام ده ان كل المجتمع لا في ناس طيبة وفي ناس صفية وفي ناس كويسة بس السمة الغالبة على هذا الوصف ولا حول ولا قوة إلا بالله إن أردت لهذا المجتمع أن ينهض كن مثل هؤلاء تعامل بتعامل هؤلاء صف صدرك للناس سامح الناس احنا في هذا الجو المشحون في هذا الجو الملبت بغيوم الفرقة نحتاج لأن نأتلف نتسامح نتآقى نتحاب نصف صدورنا لبعضنا البعض والله العظيم لو صفت القلوب لبعضنا لله عز وجل لصار المجتمع في انتقال عجيب للأمام ولم استطاع عدونا أن ينال منا إطلاقا نكون ولائك لله و لرسوله و للمؤمنين لا غير طيب و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة موقف متألق موقف عظيم جدا جدا في صحيح الإمام مسلم أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجهد الجهد يعني إيه إخواني أخواتي الجهد يعني الجوع تخيلوا القوع على وشه و قال أطعمني يا رسول الله أطعمني يا رسول الله فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت من بيوته فلم تجد زوجته في بيته إلا الماء فيش حاجة في البيت و لو فيه تمر حتى ما فيش تمر تخيلوا فأرسل إلى بيت آخر فلم يجد حتى مر على كل بيوته صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا فقال النبي لأصحابه من يضيف الرجل فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة دي يعني لفظ زيادة عند مسلم طبعا اعترض عليها الإمام ابن حجر في شرح لهذا الحديث في شرح البخاري طبعا اعترض عليه وقال لا مش أبو طلحة لأن أبو طلحة كان رجل صاحب مال والرجل ده فقير فمش هتفرق معانا المهم أنه رجل من الأنصار ده لما ما يبقى شاب وطلحة يعني مجهول كمان طيب معانا اتصال بعدها نكمل ان شاء الله هذه القصة المؤثرة أيها السلام عليكم عبد السلام عليكم شيخنا الفاضل أهلا بحضرتك وعليكم السلام عليكم الله وبركاته شيخنا الفاضل يشهد الله بأني أحبكم في الله أحبك الله الذي أحبتنا من أجله ونحب كل المصريين وندعو لكم في كل وقت في صلاتنا في كل وقت إن شاء الله ربي يجمع المصريين بينهم على كلمة واحدة ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن شاء الله مصر تكون قد ولكل المسلمين إن شاء الله في الدنيا يا رب العالمين يا رب أمين أمين وأرانا معكم بقلوبنا بجوارحنا بكل ما نملك ربنا يكرمكم جزاكم الله خيرا يا أخير ورب نورك وأشبكم كلكم في الله أحبك الله الذي أحبتنا من أجله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تصال أخر أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجذاتكم الله صحيحا على هذا الطرح الطيب وتقبل منا جميعا ممكن أقول حاجة بسيطة؟ فضالي عايز أقول بفضل الله لا يقبل الإنسان على شيء إلا إذا كان يعرفه ومحيط به على قدر المستطاع ويكون في ذاته مثال للكمال والجمال والإنسان في كل شيء لابد أن يكون هناك قدوة القدوة وقدوة القدوة المصطفى والمشتبى والمختار من قبل رب العالمين والحبيب صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والنماذق الطيبة العظيمة في كل اتجاه في القرآن والصن وفي حياتنا المعاصرة إلى يوم القيامة وكما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة وكما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجك للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فنأمر بالمعروف بإيجابية وننهى عن المنكر بلا سلبية وما أجمل أن تكون النماذج الطيبة من وقعنا الحي حتى تكون لها الأثر الطيب وأوقع في النفس وكلما كانت داعية أو الشخص يقول من وقع حي ما الموت عايشه هو بتدب لآيات الله وعمل وصبر وشكر على الابتلاءات والفتن وتشبع باليقين بسبق هذا الدين المتين وكان القدوة العليا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم كان المستمع له من الفائدة والانتساء بإذن الله ما شاء الله ولو علم كين خيرا لأسمعهم فقط المزيد من التدرد والإخلاص ومراقبة الله عز وجل جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك أعود أحبابي في الله إلى موقف هذا الموقف العجيب صراحة يعني موقف أي حد في الدنيا يسمع به لازم يستغرب ولا يستوعب ذلك إلا أهل الإيمان ده مسألة خطيرة جدا نشوف الموقف إيه بالضبط لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه كلما تسمع اسم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال من يضيف الرجل فقام رجل من الأنصار وأخذه وذهب به إلى بيته وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل عنه شيئا فقالت له والله ليس عندنا إلا قوت الصبية متخيل قوت الصبية قوت الصبية يعني لي أوته يعني مش أكله يشمعه ده حاجة بسيطة يعني بس يدور على أد العيال فقال لها علليهم ونوميهم التصرف العجيب ده حتى يعني عشان تعد تجعل هذا الطعام مش للصبية لا للضيف فإذا جلسنا للطعام فافتع لي شيئا وأطفئ السراج حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان هم هيجي هو جالس معاه يعني يتمثل وكأنه يأكل يأكل ضيف رسول الله حتى يشبع هذا موقف غاية في العجب ونفذ ذلك بالفعل طب يعني إزاي بقى علليهم ونوميهم هو دلوقتي لما يبقى الأولاد عايزين يأكلوا وفي ضيف ده هما الراجل وزوجته ما فيش مجال ليهم أصلا هما كده كده مش هيكلوا النهاردة خلاص طيب لما يبقى ضيفوا الأولاد أيهما أولى أنا أقول لحضرتك الجواب الأولى الأولاد خلاص الأولى الأولاد لأن الأولاد ما يقدروش يصبروا ويتضرروا من الجوع طيب فلماذا تصرف هذا الصحابي هذا التصرف يرد على ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم مبينا ذلك ما ملخصه أن هؤلاء الأولاد لا يكونون ملحين في طلبهم للطعام يعني هم أصلا انت عارف زيما يكون زيما يكون مثلا الطفل أصلا واكل وكويس بس يعني كل شوية العيل تطلب أكل إنما أصلا وكلين أو أنهم في العادة بيعني طبيعتهم يطلبون الطعام إنهم ممكن يناموا وعلليهم ونوميهم عللتهم ونومتهم قعدت تصبرهم وتنومهم فناموا طالما الأطفال نامت يبقى كان مش جعانين إطلاقا لأنه لو جعان مش ينام فنام الصبية وأتوا بهذا الطعام وأشبعوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شايفين النمازج؟ كان أحمد بن حنبل يقول وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي لُقْمَةِ تعمل بها إيه إمام أهل السنة تديها الأولادك ولا تعينها البكرة ولا إيه بالضبط وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي لُقْمَةِ حَتَّى أَجْعَلَهَا فِي فِي أَخِي لِي فِي اللهِ مش ممكن شايفين نمازج؟ نمازج من العلماء الأكابرة هو وكان أحد الصالحين ربنا وسع عليه كان يقول وَاللَّهِ لَوْ أَدِدْتُ لَوْ أَنَّ جَمِيعِ إِخْوَانِي أَتُونِ فَشَرَكُونِي مَعِيشَتِي وَإِنِّي شَرَكُونِي مَعِيشَتِي يعني يعيشوا معايا في الخير اللي أنا أعيش فيه وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ أَنْ أَسْأَلَ اللَّهَ لِأَخِي اللِّي فِي اللَّهِ الجَنَّةِ ثُمَّ أَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالدُّنْيَا شُفتوا حضراتكم بيقول لنا باستحي لما آخنا بقول لنا بحبك في الله وانتخي في الله وربنا يدخلك الجنة مع النبي بيقول لنا باستحي با النعق أقول له الدعاء ده واجب الدنيا وأبخل عليه بيها الأخوة كونوا مثلهم النمازك كتير ومن غير الصحابة يعني الكثرة الكثرة يا الله نمازك كثرة جدا جدا الناس بترعي بعضها وبترعي مشاعر بعضها الخليل بن أحمد مرة واحد ماشي معاه هنختم إن شاء الله بالموقف ده عشان فجأة كده الوقت خلص سبحانك ربي الخليل بن أحمد طبعا إمام من أئمة اللغة الأكابر المعروفين كان ماشي مع أخي لي في الله فانقطع شسع نعلي أخيه فالمهم كان الطور خلاص إنه هيشيله شال النعلي بتاعه الحزاء بتاعه شيله فجاء الخليل بن أحمد وأم خالع النعلي بتاعه وشاله زي ما هو شيله سبحانك ربي ليه ليه عمل كده فهو سأله قال له لماذا فعلت هكذا يعني أنت حزاءك سليم ليه عملت كده فقال له يا أخي واسيك في الحفاء يعني أنت شايل وماشي وممكن تكون مكسوف والناس بتبص عليك إنما لما أعمل زيك ونبقى زي بعضنا ده يخفف في حدة الخجل والكسوف اللي ممكن تعتريك شفتوا اللمسات الرقيقة والأخوة بتعمل إيه كونوا مثلهم حبيب في الله المعنى ده المجتمع فقير فيه المعنى ده المجتمع الإسلامي في أمس الحاجة أن يعيشه واقعا إحنا كلنا محتاجين ونسأل الله سبحانه وتعالى وأنا بقول إن شاء الله بإذن الله الخير جاي والمعاني الإيمانية دي جاي إن شاء الله والواقع المشرق جاي والأمة المسلمة ستعيش أسمى المعاني الإيمانية إن شاء الله في المستقبل القريب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا وإياكم جميعا سببا لمن اهتدى أستودعكم الله مصليا ومسلما على حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وفي الختام أقول لكم جميعا أحبابي إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الله مع الله مع الله